السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركين الأفاضل مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان تعليمية اليوم دائما نواصل في الرياضيات قلنا في الدرس السابق أننا سنتطرق في هذا الدرس إلى قياس الأطوال والتحويل من المتر إلى السنتيمتر الدرس السهل لكنه يحتاج نوعا ما بعض الشرح الدقيق للطفل وأيضا تجريب عدة أمثلة مع الطفل وعدة تمارين حتى يستطيع الطفل ترسيخها في ذهنه أولا نبدأ بقياس الأطوال هذه المسترة فيها تدريج من صفر إلى واحد إلى اثنان إلى ثلاثة هذه التدريج الكبير هو عبارة عن تدريج لرقم ثلاثة هذا اثنان هذا الصفر وهذا الواحد وهذا تدريج الصفر إذن عند قياس أحد الأطوال نأتي بالقطعة أو بشيء الذي المراد قياسه مثل هذه القطعة أو هذه القطعة نقوم بوضع التدريج الصفر في بداية الشيء المراد قياسه ولا نضع المسترة بهذا الشكل أو بهذا الشكل وإنما بشكل مستقيم مع الشيء ونضع التدريج في الصفر ركزوا جيدا التدريج الصفر يكون في بداية الشيء بدقة ثم لا نقوم بميلان أو تمييل المسترة تحت أو فوق الشيء المراد قياسه وإنما بالضبط مع الشيء المراد قياسه إذن هنا هذه قياسها عشرة ونصف والطفل دائما نضع له شيء ثابت عشرة 11 وهكذا دولك نعود الطفل على قياس الأشياء قس لنا مسترة قس لنا القلم قس لنا أو نقوم بقص قصصات صغيرة مثل التي التي أمامكم هكذا ونضع على شكل أشكال تمارين الطفل يحب الأشكال جيدا ويحب العمل بيده نقوم بقص أوراق بأطوال مناسبة تماما حسب تدريج مسترة إما ثلاثة إما أربعة إما خمسة هكذا التدريج يكون دقيق نقص عبارة عن مستطيلات وأيضا مربع يحتاج الدروس فيما بعد للمربع وكم أطوال أضراعه هكذا مستطيل أيضا نقوم بمثال التمرين على المربع نعطيه تمرين بهذا الشكل نقوله قس الأطوال يذهب إلى التدريج بالمسترة يضع الصفر في التدريج الأول هنا ستة إذن يكتب ستة سنتيمتر ويقلب الورقة أيضا هنا ستة سنتيمتر هنا أيضا ستة وهنا أيضا ستة هو بعد ما يقس بالمسترة ستة ستة ويولف على كلمة سنتيمتر إذن السنتيمتر هي وحدة من وحدات المسترة مفهوم؟ مفهوم منه توقفوش عند شكل واحد نضحف له أشكال مستطيل هكذا تمرين ثم تمرين ثم تمرين حتى نرى طفل بأنه قد يستوعب الدرس وقد فهم الدرس جيدا هذا بالنسبة للأطوال نقدر ندلله أشكال أخرى مظلعات وأشكال أخرى يمكن يجي السؤال بهذا الشكل في الدرس يكون شؤال بهذا الشكل طول القلم القلم ويرسم له قلم يقول حل طول القلم ويدل النقاط سنتيمتر وهو يقيس طول القلم احتمال يكون السؤال الآخر بهذا الشكل رتب رتب الأطوال حسب الأشكال أو المواد مثال هنا نكتب القلم خزانة وكتاب مصطرة ويضعون 20 سنتيمتر 13 سنتيمتر 200 أو 240 سنتيمتر وهكذا ما يربط 29 سنتيمتر وهي المصطرة 20 سنتيمتر 13 سنتيمتر وهو قلم خزانة 140 وكتاب أيضا هكذا يكون تقريبا الأسئلة المتحرة في الأطوال ننتقل الآن إلى التحويلات درس سهل جدا لكن يكون بعد دراسة الأطوال وبعد دراسة المئات وأكيد جيدا إذا كان طفل ما زل ما ما تتأكدش باللي المئات يعرفهم جيدا عن ذهر قلب ما تدرون له درس هذا رجاء 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 خلوا يحفظ المئات جيدا ويكتبهم بطريقة سهلة ثم يقيس الأطوال ومع ذلك نروح له درس هذا رجاء من الأولياء ما تقرشوا لتكم الدرس هذا حتى يعرفوا المئات جيدا وحتى يعرفوا قياس الأطوال رجاء الآن نذهب إلى قياس الأطوال قلنا السنتيمتر عشر سنتيمتر ثم عشر سنتيمتر ثم عشرة إذن شحال من عشرة عشر عشرات وهي تساوي شحال مئة مئة سنتيمتر مئة سنتيمتر هي واحد متر هذا قانون ومن فصلش فيه مئة سنتيمتر هو واحد متر إذن يكون سؤال هكذا واحد متر و عشرين سنتيمتر كم يساوي من السنتيمتر بكل سهولة الواحد متر هو عبارة عن واحد مئة واحد متر هو واحد مئة إذن الواحد مئة نكتبه هنا مئة واحد ميم هي واحد مئة واحد متر هي واحد مئة مئة سنتيمتر مئة سنتيمتر زائد عشرين سنتيمتر الثانية يكون كم يساوي مئة زائد عشرون إذا كان يعرف مئة زائد عشرون إذا كان ما يعرفش ذي العملية مئة زائد عشرون وتساوي مئة وعشرون مفهوم؟ مفهوم نضيف تمرين آخر إذن ثلاثة متر زائد و خمسة وأربعون سنتيمتر كم يساوي من المتر؟ قلنا ثلاثة متر أو ثلاثة مئة هي ثلاثمئة إذن تساوي ثلاثمئة زائد خمسة وأربعون دائما الوحدة هي هذه سنتيمتر وكم تساوي؟ إذا كان يعرف كما قلنا معرفش ذي العملية ثلاثمئة زائد خمسة وأربعون سفر زائد خمسة يساوي خمسة سفر زائد أربعة أربعة ثلاثة زائد لا يوجد شيء إذن يساوي ثلاثة الأحاد تحت الأحاد العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات دائما أؤكد على هذا الشيء قلنا ثلاثة متر وخمسة وأربعين سنتيمتر يساوي ثلاثة مجأة خمسة وأربعون إذن يساوي ثلاثمئة وخمسة وأربعون سنتيمتر نضيف مثال أخر خمسة متر أو خمس أمتار وثلاثة سنتيمتر خمس أمتار هو خمسمائة كما قلنا زائد ثلاثة فقط ثلاثة سنتيمتر زائد ثلاثة وبعد العملية الحسابية يساوي خمسمائة وثلاثة مفهوم 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 إذن سنتيمتر إلى هنا الدرس واضح أي إشكال وجهته مع التلميذ عودوا له الدرس مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة لا تيأسوا وأكد يجب معرفة المئات قبل كل شيء ثم معرفة قيص الأطوال ثم التحويلات إذا كانوا معرفة هذا المقبل أكيد ما غاد يشفهم الدرس هذا سأفصل فيه إذا كان الكومنتر ما عجفونش الفيديو ولا الأبناء تحهم ما فهموش سأبسط أكثر من هذا الشيء لكن عليكم العمل مع أبنائكم للمثال أول أو المثال الثاني مثال ثالث مثال رابع تكرار الأمثلة يرسخ المفهوم هذا للطفل إلى هنا تقبلوا مني احترام التقدير وأترككم في العيادة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر